ليست هناك كرامات هائلة بعد مقتل إمام الحسين حدثت كرامات بمعنى تغيرات كونية تغيرات في المواد في الطعام في الخيل حدثت ورواها الغريب أن الذين روها من جميع الطوائف سنة وشيعة ونواصب وخوارج من جميع الطوائف أذكر نماذج منها لكن قبل أن أذكر النماذج أو بعدها سأذكر العلة لماذا هذه؟ فمثلا من رواية أبو شيبة العبسي عن عيسى بن الحارث الكندي لما قتل الحسين مكثنا أياما سبعة إذا صلينا العصرة نظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها الملاحف المعصفرة وبصرنا ونظرنا إلى الكواكب يضروا بعضها بعضا طبعا ربما بعض الروايات قد يكون فيه مبالغة لكن تأخذ من جملة عشرات لم يكن قد تزيد على المئة روايات تأخذ الجملة أنه حدث تغير أيضا من روى المداني من طريق الأسود بن قيس إحمرت آفاق السماء بعد قتل حسين ستة أشهر فحدثت بذلك شريكا يعني شريك بن عبد الله النخعي فقال لي ما أنت من الأسود الأسود هذا الأسود بن يزيد النخعي توفي عام 75 هجرية وهو مختص بالرواية عن عائشة قال ما أنت من الأسود فقلت هو جدي أبو أمي قال أما والله إن كان لصدوق الحديث آه الأسود بن قيس آسف هذا الأسود بن قيس غير الأسود بن يزيد الأسود بن قيس رجل آخر عن ابن سيرين هذا من رواية هشان بن حسان وهو بصري من رجال الكتبة الستة من رجال البخاري المسلم يروي عن ابن سيرين توفي عام 110 طبعا هشان بن حسان توفي عام 148 هو الأعمش وطبقه وجعوهر الصادق في عام واحد توفو ابن سيرين هذا كان منحرفا عن آل البيت وهو بصري يتزعم المدرس لكن ليس بذلك الانحراف الكبير كان يترحم على الحجاج ولا ينكر لعن علي على المنابر علي اتحال رحمه الله وغفر له يقول ابن سيرين لهشان بن حسان أتعلم هذه الحمرة في الأفق مما قلت لا قال هو من يوم قتل الحسين هذا رواه سليمان بن حرب وهو من رجال الجماعة عن حماج اللي هو حماج بن زيد وهو من رجال الجماعة عن هشان بن حسان وهو من رجال الجماعة عن ابن سيرين وهو من رجال الجماعة وكلمة رجال الجماعة هي أعلى من كلمة رجال الشيخين لأن الجماعة المقصودة بها الكتبة الستة هذا إسناد صحيح عن شاهد عيان ابن سيرين شاهد عيان بمعنى مولوده عام 32 هجرية أو 33 وتوفي عام 110 والحادثة صرت عام 61 أول 61 هجرية هذا الإسناد الصحيح لم يرويه الشيعة يعني هذه في مصادرنا طبعا مصادر أهل السنة والأسانيد والإسناد على شرط الشيخين وكما قلت الهدف ليس في التفاصيل من حيث الجملة أيضا قال جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد طبعا مكتوب زيد هو يزيد بن أبي زياد قال قتل الحسين ولأربع عشرة سنة وصار الورص الذي في عسكرهم رمادا وحمرت آفاق السماء ونحروا ناقة في عسكرهم وكانوا يرون في لحمها النيران قد يكون في مبالغة طبعا يزيد بن أبي زيد لنا عندي ثقة وقد شاهد أو أدرك القصة قليلا لأنه توفي هو عام 138 تقريبا بعد الثلاثين هو في طبقة أيوبا استختياني قال ابن عينا حدثتني جدتي قالت لقد رأيت الورص عاد رمادا ولقد رأيت اللحمة كأن فيها النار حين قتل حسين وقال حماد بن زيد وهو عثماني يعني رجل سلا في قح حدثني جميل بن مر قال أصابوا إبلا في عسكر الحسين يوم قتل فنحروها وطبقوها فصارت مثل علقة وقال قرات بن خالد وقال معمر بن راشد أول ما عرف الزهري أول ما عرف الزهري أنه كان في مجلس الوليد بن عبد الملك فقال الوليد تعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل حسين فقال الزهري أنه لم يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبيض طبعا الصواب أن القصة مع عبد الملك وليس الوليد ابن عبد الملك فهذا حصلت إذا التغير الكون حصل حتى في الأرض والآن بعض الأخوة يذكر أن هناك تغيرات في تواريخ أوروبية وما أشبه ذلك لا أستطيعا الآن أستعرضها ولا أعرفها يعني بس سمعت بها لم أتحقق منها في طبعا الروايات في أنساب الأشراف في تاريخ الإسلام في سيرة بن كثير في ابن الأثير في أسانيد صحيحة أنا ذكرت إسناد واحد على شرط الشيخ ليكون نموذج لأن البعض يتشدد أين الإسناد أين الإسناد نحن طبخنا الإسناد وعرفناه من قبل فالقصة قصة هذه الكرامات ثابتة ما الذي طبعا كل كتب التراجب تهذيب الكمال للمسجنة جامع هنا مجموعة مجموعة هذه القصص وهي متنوعة أنا ماذا علقت على هذه قلت أنا إذا تواطأت الأمة على أمر عظيم وارتاب أهل الحق يعني تصور الحسين مقتول وهل الحق مقتولين وكذا يبدأ يبدأ يشك حتى الضعيف الإيمان هل هناك فعلا دين لمحمد لماذا ينتصرون إذا وقع هذا يتدخل الله بكرامات تثبت المؤمن وتزعج الذي يراه استغنى قلت أنا إذا قلت إذا تواطأت الأمة على أمر عظيم وارتاب أهل الحق أراهم الله من الآيات ما يثبتون به إيمانهم ويخذلوا به الله أعداءه وأعداءه من الآيات والكرامات ليبقى الصراع بين الحق والباطل وفي قصة الحسين بعد أن قتلوه وقتلوا أطفاله وأصحابه وظنوا أنهم قادرون وشكوا في البعث والنبوة البعض سيبدأ يشك طبعا بعض القتلة لم يكنوا أصلا يؤمنوا بهذا إلا تقليدا وكاد المؤمن أن يبتل بالشكل عظم هذا البلاء أخرج الله من الآيات ما ثبت به قلوب المؤمنين وهز به قلوب الفجار وهذه الأمور لا تحدث إلا عند اشتدال الكرب ليبقي الله الإيمان في الأرض ولذلك لا يرد على هذا يعني قول من قال من النواصب أن هذه الكرامات لم تحدث لأن حمزة استشهد وجعفر استشهد وعلي استشهد ولم تحدث هنا كان هناك أنصار سيأتي فيقال هؤلاء ماتوا لهم أنصار ولهم أتباع ولهم من يذكرهم لكن يوم قتل الحسين ويعني كان هو ما خلو صمعه إلى سبعين هنا لا بد أن يحدث في الكوفة نفسها أن يحدث لأهل الكوفة هذه الكرامات حتى يبقى الدين في الكوفة قتل حمزة والنبي موجود والمهاجرون موجود والأنصار موجود لا يحتاج إلى أظهار كرامة أنصارهم موجودون قتل جعفر كذلك حتى الإمام علي لما قتل كانت لازلت العراق كلها في يد أتباع الإمام علي إذن هؤلاء ماتوا حسين مات قتيلا شريء قتل شريدا طريدا وحيدا بعد أن ابتلي بأبنائه وأهل بيته وأصحابه وداس الفجار صدر الحسين بسنابك خيلهم وسلبوه حتى لباسه وليس له ناصر ولا معين فهنا يخشع للمؤمن الفتنة فكان لابد من التثبيت بالكرامات وهذه جملة ما رواها الناس وأكثر هؤلاء الرواه يعني من النواصب أو من العثمانية أو من السلفية المتشددة وقد سرادها الذهب طبعا كل هذه أخذتها من الذهب من تاريخ الإسلام في قصة مقتل حسين الرواية كثيرة ما أستطيع أن أستعرضها جميعا إلا أن الدرس وصل من حيث أن الله عز وجل في وقت اشتداد الكرب والخشي على دينه من الانطفاء كاملا في مكان معين أن يذهب وأيضا هناك عبرة في هذه الدروس سواء خذلان خذلان العراق بشكل عام الإمام علي كانوا متحمسين ثم تخاذلوا وخذلانهم الحسن وخذلانهم الحسين أدى هذا إلى أن ترسخ ترسخ عندهم عتابات عندهم عتابات معينة يعني تصوروا يوم يوم صلح الحسن ماذا سيقولون أنت كل واحد يوقي اللائم مع الآخر أنت ماذا فعلت فيؤدي هذا إلى تراكم شيء من الحماس حماس بعد مقتل الحسين بهذه المشهد العجيب ومع الكرامات بدأ المؤمنون يستعيدون إيمانهم وأصبحوا أثبت أصبحوا في ثباتهم في الحروب بعد هذه الواقعة بعد واقعة الإمام الحسين أكثر من غيرها إلى اليوم إلى اليوم من يذهب مثل مقاومة في لبنان يستحيل أن يهربوا أن يفروا لماذا لأنهم قد تعلموا أن ما نتيجة الخذلان سخط الله وسخط رسوله والعار يأتي العار أنتم جبناء أنتم تدعون التشي على البيت وتنهزون فأد هذا إلى نوع من صحوة الضمير ولأن أصبح المحبون لأهل البيت لا ينهزمون لا ينهزمون أبد طبعاً نحن وجه معاتنا أهل السنة يعني ذم الآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر